السلام عليكم ورحمة الله أزول فلاون سمعت الكامل باثناش جزائري اللي تم طردهم من كندا وكما كانش طائرة باتجاه الجزائر وما دام انه الجزائر ما زال حبس مغلوق سجل مغلوق بعثوهم من المغرب قال قريب عليهم من المغرب ما لابلهم ليس بالليبين جزائري والمغر ثاني لابلهم مغلوقة كوفيد او كوفيد كورونا او كورونا وبقوا دكتنا الجزائري عالقين في ضرب بضا ما عندهم يروح الشركة الطيران المغربية أحبت ترحلهم من الجزائر قال ندوهم من الجزائر ليس مشكلة صح يعني دارو هاتمر هي صفعة واحد اخرى للجزائر للنظام ليس الشعب الجزائري لا بين الشعبين جزائر والمغربين ليس مشكلة للنظام صفعة للنظام الجزائري نظام لي جعل من الجنة جهنم جعل من بلاد الحرية قلعة الحرية مكة الثوار عرضها سجن كبير طبعا سلوط الجزائر رفضوا باش انه شركة مغربية شركة الطيران المغربية تجيب هذ الشباب الثناش هذو تجيبهم لجزائر من الجزائر لذلك ماذا تجيبهم ماذا تجيبهم جزائريين عالقين بالمغرب و ناسيينهم ناسيينهم ماذا تجيبهم ناسيينهم ماذا تجيبهم في الحساب يجيبهم غير اللي يرام في فرنسا في أوروبا و لماذا؟ بس كالطيارات يروحوا الفرنسا يديوا أولاد المقالي سمعت؟ أولاد العصابة يدوهم الفرنسا في فرنسا قلت لهم تجيبهم تجيبهم حتى واحد تجيبهم 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 في أرغاة و لماذا تجيبهم الجزائرين الذين أعرقوا في فرنسا السلطة الفرنسية ضغطوا عليهم و الأولاد يجبهم طائرات يجبهم من باريس الليل و مرسايل و لم يكن خلاص لأنهم لا يستطيع تجيبهم تجيبهم أولاد العصابة و رجال العصابة لا ماذا يستطيع التعامل و هذه الخبات و هذه النظام لذلك حتى لا تقتل هذا و تبهذيل خاصة من المغرب لا يوجد مقبولة قال لك سيدي السفارة الجزائرية برباط بيان و قارة بليرة و كاين زوج رحلات ستضمهم شركة الجوية الجزائرية نهار الخميس ثمانتاش جنفي نهار نهار ثمانتاش جنفي و نهار الخميس واحد وعشرين جنفي باش الجزائريين العلقين بالمغرب انفان تفكروهم لانزوج طيارات واحدة بثنين واحدة بالخميس يجيبوهم و منهم هادو كل الثناش مش تكيفه و كيف يجبوهم يشريوا البيتة و اين يشريوهم يشريوهم في المغرب الخطوط الجوية الجزائرية في المطار يعني اللي يرح له باش يشويوه باش يضربوه للرجلين تعد عليك 500 اورو يجبوك الناس بيان 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 و كيف نجيب السعر على كل حالة بيان و لا نجيب السعر سهل لأن و علش الناس لم يذهبون بيان و عملة كانوا عندهم ما قريب عام عالقة في دار البيضاء قريب عام الناس رأيهم حاصلين في دار البيضاء في المغرب ما يقدروا يدخلوا الحدود البرية لأنه مغلوقة من مفروض إذا يا سيدي حلوه يدخلوا الحدود البرية بقولوا يفوها لا شفقة ولا رحمة ما يشفقوش بولد الشعب أعداء الشعب هذا النظام هذا هو عدو الشعب أعداء الشعب هذا حلوه يدخلوا يا بن عمي وعداش كان الناس اللي يأوبليجيز من يروح من وجدة حتى الكازابلونكا ومن كازابلونكا يطلع للزاير من بعد يرجع المغنية شوف هذا كل العذاب اللي يديروه والله ما كانش يعني النظام يذكر ويمنكر فالشعب ديالو كما النظام الجزائري تقول عديان يا بوغل بالشعب هذا عدو وحدا يرينو تصور الناس كان يعني بزاف من اللي رام عرقين مشاو المجدال عندها عائلاتهم وكانها بقوله ذو كازابلونكا يحبض حتى الضربيضة ومن الضربيضة يطلع للزاير ومن زاير يرجع من مغنية وتلمسان من مغنية وتلمسان يعني من الغرب الجزائري كان بالساف اللي رامنا هذا وكان لكي يذكروا فيهم ورح تشري البيئة تأك هذا كالي برش لاني نفطنا انا شريت انبيي ضرق قال لي روتور من زاير لدار البيضة لدار البيضة لدار البيضة جاء كوفيد قلت لي الطيارات ما يمشوش ما يطيروش احبسنا البيئة كان شريته لدار البيئة يقول لكي نروح تشري واحد اخر ما حال بقراوه بنت اخر لكي نجيبوه السمع يعني تمنكير زكارة ومزية جاءت حكاية هذين طالب اللي طردوهم الكندا وإلا هراهم بيبقوا منسيين هذين جزائريين اللي عرقين في الله ما حال من الطيارة جابت الناس من فراصة من أوروبا وتاع اللي في المغرب وادوا منساوهم ما تكلموش اللي رام عرقين في جهة خرين في ماليزيا في موريتانيا رام بارتو ونسيينهم ما على بيلهم ما على بيلهم ما على بيلهم ودجات عفراصة يدخل الناس يدخلهم فيزا يدخلهم يدخلهم تصريح من الميزات الداخلية لكي يدخل والبيئة 600 أورو واحد قاعد حاصر في فرنسا دجا حاصر كي يأكل كي تقول كي يدخل الخلاص البيئة ب 600 أورو لا يدخلوا بطل من صرعت هذه ما المفروض يدخلوا بالبيت ما قمنا لكم مش يدخلوا باطل في تونس ثاني برطان حدود مع تونس مفروضة مفتوحة ولو لا يدخلوش هذا النظام عدو لشعبه هذا النظام عدو لشعبه ربي عجل برحيله ربي عجل برحيله ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله